مع بدء هجوم القوات الروسية على أوكرانيا من دون مقاومة فاعلة حتى الآن أثيرت أسئلة فورية حول سنوات التردد الغربي في مساعدة أوكرانيا على تحديث دفاعاتها الجوية التي تعود للحقبة السوفيتية ترك هذا التردد أوكرانيا تحت قصف روسي وحملة صاروخية ضخمة قد تدمر القوات الأوكرانية قبل أن ترى دبابة روسية أو جنديا مهاجما عوامل كثيرة كانت سببا وراء تردد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في عدم تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي متطور يمكن أن يردع روسيا عن هجومها الذي يجري الآن حتى بعد الهجوم الروسي على شبه جزيرة القرم عام 2014 ومن بين أبرز الأسباب عدم الرغبة في استفزاز روسيا والمخاوف من وقوع التكنولوجيا الأمريكية المتطورة في يد الرئيس بوتين فضلا عن الشكوك في قدرة أوكرانيا على تشغيل هذه الأنظمة وبينما تدافع المسؤولون الأمريكيون منذ ضم القرم لروسيا وحتى الأسابيع القليلة الماضية لإيجاد طرق لمساعدة القوات الأوكرانية على حماية نفسها فإنه لم يكن هناك سوى القليل من الخيارات الجيدة الغزو الروسي واسع النطاق باستخدام القاذفات والصواريخ الباليستية والمدفعية سيكون غير قابل للتصدي إلى حد كبير من قبل أوكرانيا فحملتا الصدمة والرعب التان يمكن للروسي شنها بهذه الأسلحة ضد القوات الأوكرانية المتحصنة قبل بدء الغزو البري ستكون مدمرة بينما لا يملك الجيش الأوكراني قدرة كافية للرد على هذه الأسلحة إن قرارات الرؤساء الأمريكيين من كل الحزبين مهدت المسرحة للوضع الحالي فقد رفض رئيس باراك أوباما تقديم أي مساعدة قوية لأوكرانيا بعد سقوط شبه جزيرة القرم في 2014 رافضان توصيات كبار مسؤولي الأمن القومي ولم يوقع الرئيس دونالد ترامب على تزويد صواريخ جافلان المضادة للدبابات لأوكرانيا إلا بعد تأخير حزمة المساعدة عدة أشهر في تصرف أدى إلى مساءلة في الكونغرس ومحاولة عزله بينما لم يقدم أي دفاعات جوية لأوكرانيا كما اتهمت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بالتباطئ في التصرف فبحلول الوقت الذي توصلت فيه وكالات الاستخبارات الأمريكية قبل ستة أشهر إلى أن روسيا كانت تخطط لغزو محتمل لم يكن هناك وقت كاف لتدريب الأوكرانيين على تشغيل دفاعات جوية متطورة مثل صواريخ باتريت وعلى الرغم من اتفاق معظم الخبراء العسكريين على أن أي مجموعة من أنظمة الأسلحة لن تمكن أوكرانيا من صد هجوم واسع النطاق من قبل واحدة من أقوى القوات العسكرية في العالم فإن تزويدها بدفاعات جوية أفضل ربما وربما وفر مستوى من الردع غير موجود الآن ولا تتوافر لأوكرانيا حاليا سوى بعض القدرة على مقاومة هجوم جوي فقد حصلت كمية صغيرة في اللحظة الأخيرة من صواريخ أرض أرض هذا الشهر فقط عبر شركاء أوروبيين إذ قدمت لتوانيا ولاتافيا بعض صواريخ استانجر المحمولة التي استخدمها المجاهدون للأفغان لطرد الروس من أفغانستان خلال سنوات الثمانينيات بعد تسلمهم هذه الصواريخ من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويقول خبراء إنه إذا دفع الروس طيرانا تكتيكيا داخل المجال الجوي الأوكراني ضمن عملية كبيرة فمن المحتمل حدوث خسائر في بعض الطائرات الروسية لكن في نهاية المطاب فإن الحجم الهائل للقوة الجوية القتالية التي يمكن أن تجلبها روسيا من المحتمل أن تطغى على الدفاعات الجوية الأوكرانية تردد القادة والرؤساء الأمريكيين يعود إلى عام 2014 فبعد أن غزت روسيا شبه جزيرة القرم طلب وزير دفاع أوباما وغيره من كبار القادة العسكريين تقديم المساعدة المميتة لأوكرانيا لكن أوباما رفض وأرسل بدلا من ذلك أدوات مثل نظارات الرؤية الليلية والدروع الواقية للبدن وهذا ما اعتبره مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عهد أوباما جون برينان عائدا لمخاوف نشأت في ذلك الوقت من أن ينتهي الأمر بتكنولوجيا الناتو بين يدي روسيا ترجمة نانسي قنقر